ونحن على أبواب عيد الفطر السعيدة بعد شهر الصيامة والقيام وتلاوة القرآن وشهر العطق من النار هذا الشهر الكريم الذي تغلق فيه أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة كما أنه شهر تضاعف فيه الحسنات ويسمى أيضا بشهر الاستقامة لا نتعرف أكثر عن الاستقامة ومعناها بسعدنا نرحب بفضيلة الشيخ باسم حيدر من الفريق الديني الشباب يسعد صباحات ورمضان كريم يا مرحبا نعاد عليكم الصحة والسلام نعاد عليكم وكل عام أنتم بألف خير نحن على أبواب الشهر بانتهاء الشهر الفضيل وعلى أبواب بعيد الفطر كل عام وأنتم بخير وكل الإخوة المشاهدين والمستمعين الكرام بأتم الصحة والعافية وعاده الله علينا وعلى البلاد بالخير واليمني والبركات آمين يا رب دائما فضيلة الشيخ وقت المنؤون نحن الاستقامة أكيد بتحمل كثير من المعاني وخاصة بشهر رمضان نحن نروح لموضوع تهذيب النفس اللي من خلالها نحن نقوم كثير من السلوك اللي عم نعيشه خلال يومنا خلينا من خلال تواجدك معنا اليوم نعرف أكثر شو هي الاستقامة وخاصة ضمن الشهر الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أبيه سيدنا إبراهيم وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وبعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه اللحظات والساعات الإيمانية وأن يعم الخير والفرح والسرور على جميع بلادنا إنه ولي ذلك والقادر عليه نريد أن نتحدث عن خلق الاستقامة هذا الخلق النبيل لماذا نتكلم عن الاستقامة؟ لأننا في شهر رمضان كنا في مدرسة اسمها مدرسة الأخلاق الرمضانية نتعلم في هذه المدرسة تهذيب النفس والسلوك والارتقاء بها في سلم الدرجات لنكون عند الله سبحانه وتعالى محبوبين وعند عباده أيضا مرغوبين ومطلوبين بهذه الأخلاق الحميدة والسلوك الفاضلة التي نتمثلها من خلال هذه العبادات والطاعات التي تمرنا عليها في شهر رمضان واكتسبناها من خلال ممارستنا لهذه السلوكيات فأريد أن أتكلم الآن عن حادثة حصلت في شهر رمضان ألا وهي فتح مكة المكرمة التي هي قبلة التوحيد ومهوى قلوب المؤمنين وعندما فتحت مكة استردت هويتها التي من أجلها خلقها الله عز وجل تخلصت من رجز الشركي الذي غزاها ذات جاهلية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف سيدنا الأسد الهصور سيدنا علي رضوان الله عز وجل عنه وعن آل البيت أجمعين بأن يذهب على رأس سرية ليحطم صنما اسمه الفلس وهو صنم كانت تعبده قبيلة طي فانطلق سيدنا علي على بركة الله فأتم المهمة بنجاح وحطم الصنم في اليوم التالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل إلى المسجد فإذا بامرأة واقفة في المسجد فنادت على سيدنا محمد قالت يا محمد يا محمد إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب فمن علينا من الله عز وجل عليه فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني ويعفو عن الجاني ويطعم الطعام ويفشي السلام ويصل الأرحام وما أتاه رجل بحاجة فرده خائبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه صفات المؤمنين حقا خلوا عنها فإن أباها كان يدعو إلى مكارم الأخلاق إذن هنا مربط الفرس ومطية الكلام إن أباها بهذه الصفات التي يحملها كان يدعو إلى مكارم الأخلاق ثم قال للصحابة الكرام من هذه المرأة التي تحدثت وتكلمت الآن فقالوا إنها سفانة بنت حاتم الطائي الآن يجب أن نتعلم من هذه الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة الاستقامة الاستقامة لا تكون أو دينك الحقيقي لا يكون في مسجدك أو على سجادة صلاتك فحسب بل دينك الحقيقي واستقامتك الحقيقية بأمانتك في متجرك عندما تبيع وتشتري مع الناس دينك الحقيقي واستقامتك الحقيقي في أدائك لوظيفتك ومهمتك التي أوكلك الله عز وجل عليها هكذا تعلمنا في شهر رمضان دينك الحقيقي واستقامتك الحقيقية بتواضعك وتذللك أمام والديك فلا تقل لهما أفين ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة دينك الحقيقي واستقامتك الحقيقية هو كيف إحسانك لإخوتك وأخواتك كيف صبرك على زوجتك ومحبتك ورحمتك لأولادك الصغار دينك الحقيقي واستقامتك الحقيقي والدروس التي اتسدناها من شهر رمضان تعني أنه إذا ذكرت عيوب فلانة أو فلان أو ذنوب فلانة أو فلان هل نسترها ونحفظ للغائبين غيبتهم ونمسك علينا ألسنتنا أم نقوم ببثها ونشرها وفضح الناس ونشر عيوبهم أمام الآخرين الاستقامة الحقيقية كيف أنت مع جيرانك الاستقامة الحقيقية إذا كان لدى الإنسان مال وكان هناك مريض بحاجة إلى مساعدة أو إلى شراء دواء أو إلى أن يدخل إلى عمل جراحي في المشفى أو هناك محتاج أو مسكين أو فقير وهنا نقرر أن نعطي أم نبخل هذا هو الدين الحقيقي والاستقامة الحقيقية الاستقامة الحقيقية والدين الحقيقي هو إذا نقل إلينا خبر أو أمر أو سر هل ننشر هذا الخبر أو السر فنفضحه بين الناس أم نخفيه ونحفظ أمانة البجالس التي كنا جالسين فيها ديننا الحقيقي إذا بدأ الناس بالتحدث عن أعراض الناس يا ترى هل نمشي معهم في ذلك الحديث أم نحفظ للغائبين غيبتهم إن العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج هي نصف هذا الدين وهي حق الله عز وجل على العباد ولكن نصف الدين الآخر هي الاستقامة هي سلوكك مع الناس هي هذه الأخلاق التي تسير عليها مع الناس فالدين الذي لا ينتج عنه سلوك وأخلاق هو دين أجوى هو دين ناقص الدين الذي لا ينتج عنه استقامة فاضلة في القول والفعل والعمل هذه الاستقامة وهذا الدين وهذا الإيمان إيمان ناقص الإيمان هو محبة الآخرين هو التسامح هو حب الخير للناس هو السعي في قضاء حوائج الناس وما أجمل تلك المقولة التي قالها صاحبها الدين كله خلق واستقامة ومن فاقك في الخلق والاستقامة فقد فاقك في الدين إذن الشريعة الإسلامية ارتبطت بمقاصدها ارتبطت بأهدافها الهدف من الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الهدف من الصيام أن يعلمنا الصبر أن يعلمنا الاستقامة على طاعة الله عز وجل الصحابة الكرام رضوان الله عز وجل عنهم أجمعين وهكذا مواسم الخير تمر سريعا وعلى الإنسان أن يشمر ويجتهد في طاعته وعبادته فكل لحظة تمر في حياتنا فيها من الخير الكثير الكثير وما على العبد إلا أن يكون قريبا من ربه طاهر القلب طاهر النفس والسريرة الصحابة شاهدوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن الشباب قد بدأ الشيب يظهر في رأسه فقالوا يا رسول الله قد غز الشيب رأسك وما زلت في سن الشباب هذا الوجه المنير وهذا الرأس الطاهر بدأ الشيب يظهر عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والدمعة تترقرق في عينيه قال لقد شيبتني هود وأخواتها الله أكبر شيبتني هود وأخواتها هود هي سورة في كتاب الله عز وجل شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام يريدون أن يبحثوا عن الخطاب الذي وجه من حضرة الله عز وجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى بدأ الشيب يظهر في رأس رسول الله فانطلقوا إلى كتاب الله عز وجل إلى القرآن فتحوا المصحف وبحثوا في سورة هود فإذا بهذه السورة تقص علينا نبأ الأنبياء السابقين وخبر الأنبياء السابقين ولكن في آخر الآيات الكريمات كان هناك خطاب إلهي موجه إلى سيدنا محمد وإلى الصحابة وإلى الأمة قاطبة بقول الله تعالى استقم كما أمرت أي يا محمد استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون بصير إذن استقامة في القول استقامة في الفعل استقامة في العمل استقامة في الحياة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عطف بعد أن كان الخطاب لرسول الله موجها يأمره الله بالاستقامة والثبات على الطاعة والعبادة وأن يداوم عليها كان الخطاب أيضا معطوفا على أصحاب رسول الله ومن تاب معك وهنا الخطاب للأصحاب رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين ولا تطغو أي إياكم أن تنحرفوا أو تميلوا عن جادة الطريق المستقيم عن الاستقامة التي أمركم الله تعالى فيها أمنا عائشة رضوان الله عز وجل عنها وعن أمهات المؤمنين أجمعين تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وجه هذا الخطاب له بدأ يشمر عن ساعديه بدأ بالجد والاجتهاد فكان ينام بعد صلاة العشاء ثم يستيقظ في منتصف الليل يكون له ساعات بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل تقول كان يقوم في منتصف الليل يتوضأ ثم يصلي فكان يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة البقرة سورة آل عمران وسورة النساء يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة أربعة أجزاء أو خمسة أجزاء من القرآن ثم تقول أمنا عائشة ثم يركع النبي عليه الصلاة والسلام فيكون ركوعه كوقوفه صلى الله عليه وسلم ثم يسجد فيطيل السجود فعندما أطال السجود هدأ النبي عليه الصلاة والسلام وسكن في سجوده هو الآن في حالة استقامة مع الله سبحانه وتعالى يبث إليه شكواه وألمه ووجعه النبي عليه الصلاة والسلام ويبوح لله عز وجل بكل أسراره الداخلية يحدث الله عز وجل فإذا أطال السجود أمنا عائشة ظنت أن رسول الله قد قبض فقامت إليه فحركت له إبهام رجله بإصبع يدها فتحرك فتحرك إبهام رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمنا عائشة فسمعت بكاءه ونحيبه وسمعته يناجي ربه ويدعو الله عز وجل فيقول أعوذ برضاك من صختك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستقامة في العبادة يعلمنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى في عمره ثلاثة وستين عاما أربعين قبل النبوة وثلاثة وعشرين بعد أن نزلت عليه الرسالة وهذه الشريعة الإسلامية فنادى على سيدنا علي رضي الله عنه وعمه العباس أو القثم بن العباس رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين فحملاه من بيته من حجرته وأخرجاه إلى المسجد وأجلساه على منبره النبي كان له منبر يخطب ويخاطب الناس من خلال المنبر في ذلك الوقت كان المنبر من أهم الوسائل الإعلامية ما كان عندهم لا تلفاز ولا إنترنت ولا مواقع تواصل الاجتماعي في ذلك الوقت كان من أهم وسائل الإعلام المنبر إذا كان هناك أمر حدث أو جلل هام جداً يحضر المنبر فجلس النبي على المنبر فنادى في الناس أيها الناس قواكم الله نصركم الله هداكم الله من كنت قد شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليشتمه فقال الصحابة الكرام الله أكبر والله ما سمعناك قلت لفظاً يوماً إلا في كمال وأنت تشتم وأنت لا تشتم فإذا المسلم ليس بسباب ولا طعان والنبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان علمنا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم إذن يعلمنا الاستقامة في اللسان الاستقامة في الأقوال فالمؤمن لا يخرج من فمه إلا كل كلمة طيبة يقول الصحابة كنا ننتقي أطايب الكلام كما تنتقون أطايب الفاكهة والطعام إذن لا يخرج إلا كلام طيب هذا استقامة في اللسان هناك استقامة في المال النبي قال الناس أيها الناس من كنت قد أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه قال فقام رجل أعرابي قال يا محمد لي عندك أربعة دراهم فقال وكيف ذلك لك عندي أربعة دراهم قال كنت تسير في السوق فإذا برجل فقير اقترب منك ودنى منك طلب منك مالاً فما وجدت معك مال وكنت بجوارك فقلت لي أعطه أربعة دراهم وما أعطيتني إياه فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا العباس رضوان الله عز وجل عليه قال يا عباس أعطه الدراهم الأربعة ووالله لا أعلمها ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال يعلمنا الاستقامة ليس في اللسان فحسب وليس في المال فحسب أيضا الاستقامة في كل ميادين هذه الحياة يقول من كنت قد جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليجلده إذا كنت قد ضربت أحداً أو أسأت إلى أحد فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره وعن ظهره فإذا بأحد الصحابة واسمه سواد قال يا رسول الله أنت يوماً من ذاتي الأيام بالدرة التي كانت بيدك ضربتني على ظهري وأريد أن أقتص منك فالصحابة الكرام كلهم اندهشوا وتعجبوا من هذا الحال الذي فعله سواد يريد أن يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف عن ظهري فإذا بسواد يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعانق رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ألا تريد أن تقتص مني قال وهل أقتص منك أنا يا رسول الله فأنت والله سيد الخلق وسيد الكائنات لما فعلت ذلك؟ قال أحببت أن يكون آخر عهدي في حياتي أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله إذن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا استقامة في المال في البيع في الشراء في تعاملاتنا استقامة في الأخلاق في كل ميادين هذه الحياة أخرج الإمام مسلم في حديثه عن أبي عمر سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقيم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستقامة في كل ميادين حياتنا وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت نعم دائما منقول الدين هو معاملة الدين أخلاق وقديش مهم نحن نأخذ ونجسد الأخلاق الحميدة بكل أيام حياتنا مو بس بشهر رمضان الكريم بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا الشيخ باثم حيدر من الفريق الديني الشبابي حياكم الله شكرا لكم شكرا فضيلة الشيخ لتواجدك اليوم معنا ودائما استقامة النوايا يمكن هي أكتر شي نحن بحاجته خصوصا بهذا الوقت لذلك الله يعطي على قدر النوايا وصفاء القلوب شكرا لكم حفظكم الله وجميع الإخوة المشاهدين ومستمعين الكرام